ترجمة نانسي قنقر جميل جدا أنه يكون الهن برضو هناك قال الوزير أحمد عساف نقلنا فلسطين إلى العالم وجلبنا العالم إلى فلسطين وقد حصل بعد الأردن بعد مصر نبارك لهم هذه المبادرة الجميلة والأهم لرفع القضية على المستوى العالم طبعا يعني الإعلام الرسمي في فلسطيني عم بيكون بمجهود كبير جدا والإعلام له دور كبير في نشر قضية هذا الشعب الجبه أوكي قبل ما نحكي عن حياة الفلاح والفلاحة في القدم خبرين عن الأجواء حاليا في كفر كنة بلدك يعني الزيني موجودة؟ البلد القديم ولا كل كفر كنة؟ الفرحة فرحة العيد لا توزيها أيض فرحة تعم كل كفر كنة وبصفة أنا في إدارة المجلس المحلي راحين نعمل كثير أجواء نساعد يعني في الأجواء الجميلة وتحضير لعيد الميلاد من إضاءة شجرة من مسيرة من فعاليات أنا سأقوم بها خاصة مع الدائرة النسائية كثير راح يكون برنامج جميل جدا ويا حب ذا لو بدنا نعمل إن شاء الله بزار للميلاد المجلد يا حب ذا لو تيجوا تغطوه راحين نطلبها بشكل هذا واجه هذا راح يكون إن شاء الله اليوم عفاف إحنا بدينا سابقا عن مسميات المدن والقرى الفلسطينية واليوم بدي أتطرق للزراعة وإيش من خلال كل يعني التراثة طلبوا مننا أهل سخنين بتذكروا أو عالداهين إنه نقدم عن سخنين قلت ودير حنة وعرابيا هذا المثلث الذهبة اللي إله حس وطني وكانت له مواقف بطولية مشرفة يوم الأرض في النضال نبدأ بسخنين سخنين خازن عبود ابن قرية سخنين كانت أسهي مدينة بال95 أعلنت مدينة قال سخنين إذا ذكرت أمجادكم تباه المجد والقدر خازن عبود ابن سخنين كتب لوديع الصافة لإمبراطور الطرب الله يرحموا العملاق الأغنية العربية كتب هل تذكرين ضايعة والمنحنى والوادية والحقلة والغناء عند الساقية جميلة جدا هذه الأغنية تصور الريف الشعبي الفلاحي الجميل مش بس بسخنين في كل القرى في كل العالم تصوير جميل جدا هذه أغنية محببة إلى قلبي وجميلة جدا كتبها ابن مدينة سخنين وأفتخر وأعتز سخنين منين أجت الكلمة نبدأ سخنين طبعا هي مدينة في الشمال واقعة على تلة مرتفعة أسسها يقال الكنعانيون ولكن منين أجت الاسم في زمن تحتمس المصار والقدماء كانوا يجي وكلاء لقطف الأرجوان لجمع الأرجوان من حلزونات تفرز الأصباغ الأرجوانية كان اسمها سيغانا سيغانا معناها الوكلاء التجاريون كانت غالية الثمن يبيعوها للكهنة يعملوا الأصباء للكهنة الدينية يصبغوا فيها الملابس لأنه لون الأرجوان جميل جدا يجوا عواد القطن كل سنة بالربيع على زمن تحتمس ويجمعوا الحلزونات اللي تفرز الأرجوان هذول الوكلاء التجاريون اسمها سيغانا فموقع هذو هذه القطن وهذه المنطقة كونها بسخنين سموه على اسم هاي أحد المسميات وإحنا قلنا هي ثقافة تاريخية دينية شعبية عدت روايات للتسمية أذكر أول إشي نسبة أن الوكلاء التجاريون سيغانا اتحرفت لسوقين لساغانين بعدين لصارت لتسهيل السخنين ولكن يقال أنه بزمن العبرانيين حرفوها سخنين هي سخنين باللغة الأمرية كوكلاء الوكلاء وبعدين لتسهيل الاسم صارت عربت وصارت سخنين سخنين لها مواقف وحس وطنية يعني يشهد له أول إشي منبدأ بالثورة العربية الكوبرا سنت الست وثلاثين ناضلوا بشكل وكانوا مع الثوار وأذكر إبراهيم العبدالله خلايلي من قائد من الثوار يشهد له وخالد غزال أبورية نحيي أهليهن أسه لأنه هذول يشهد لهم في المواقف البطولية هاي بستة الست وثلاثين ظلوا للثمانية وثلاثين وأكبر طوق حصار كان من الاستعمار البريطاني عليهم بالثمانية وثلاثين لتسعة وثلاثين للحرب العالمية بعديها يوم الأرض ست وسبعين لما انصدر قانون مصادرة الأراضي تصدوا بهجمة شارسة ضد المحتال أجل قانون المصادرة قالوا نادى المنادى في الجليل أرض العرب للعرب شاغور نوبة طوف نمالك مثيل وترابك أغلى من الذهب يا محتال أمرك مستحيل طبعا أمر المصادرة انشطب بهمة الرجال البطوف أمر المصادرة انشطب كل الشغور البطوف وكفر كنة كله كل الجليل وقف ولكن في سخنين استشهد ثلاث شهداء بالست وسبعين يوم الأرض ثلاثين أذار السبعين يوم تصدوا لقانون المصادرة رجاء خلايلة وأبو ريا وخديجة شواهنة ثلاثة برضو يوم هبت الأقصى بالألفين بالألفين يمكن بالألفين بالألفين استشهد برضو عندهن شهداء من هون نشوف إحنا قديش قاومت واستبسلت وقدمت على مذبح الوطن شهداء نيجي العرابي من هون شوفنا منين أجت الكلمة نيجي العرابية عرابة البطوف برضو هي بتقع على رابية على رابية من هون أجت التسمية الرئاسية على ثلاث تلال وكانت زي جايب بين الجبال ولكن مع مرور الزمن كل ألاف السنين استسهبر ذو الكنعانيون وتعرضت لعدة معارك كانوا يحتموا الناس بالأمن والأمان لشي كانت زي جايب في الجبال اللي ما بعرفش يعني رابية هتنفسر له على رابية الرابية الرابية المكان المرتفع التلال وهي على تلال هاي المدينة قسست على تلال على تلال ثلال تلال على رابية أدغمت الكلمتان لتسهيل اللفظ على رابية على رابية هاي الرواية الأقوى ولكن يقال في زمن الاحتلال شهدت عدة معارك كان في بزمن الكنعانيون اسمها جرابة جرابة ومن هنا تحرفت ومع الزمن بتحرف العين فش مثلا باللغة هاي حرف العين عرابة بقى أقرب للأولى الأقرب للأولى العرابي الشي الثالث من كلمة عرابة هن أهلها مزارعين كلياتها عربة باللغة العربية معناها غربلة ونقى القمح فهن كانت سهول البطوف كثير على فكرة يعني العرابة هي أكثر مساحة مساحة للبطوف تحتل أكثرهم مزارعين فمن هنا ممكن المزارعين من كلمة عربة حصد القمح وغربلة ونقى فكل واحد حسب اقتناعه أنا اقتنعت إنه على رابية ولكن كون المزارعين برضو عربة أنا بدأخذ إيش العربي خلينا نروح إيش العربي رح نروح رح نروح بالآخر على دير حنة قبل دير حنة بدنا نقول لي برضو إنه قداش إليها حس وطني طبعا وقدمت برضو في هبة أكتوبر حسن أسيل عاصلة وعلاء نصار من حي أهليهن برضو إليهن مواقف بطولية وإليهن يعني كثير كثير أكثر نسبة أكاديميين وأطباء نسبة لا استفتاء عملوهم عربة البطوف صحيح نحن قبعاتنا أمام هذا هاي النسبة أمام هذا الحس الوطني بكل تأكيد طيب دير حنة نخليها تشويق لأهل دير حنة نخليها بالآخر عشان أنك ذكرت الفلاحة والزراع وإليها نحصها كثير عالي نحكي على البطوف وعرابي نحكي على الفلاح كيف ما ذكرنا في البداية والفلاحة في القدم كيف كانت صح الفلاحة كانت تبدأ مع تباشير الخريف يقول أبذر الحب وتوكل على الرب كان المزارعين وسهل البطوف قلناه سهل واسع كبير يبذر الحب للحصاد للمزرعات يعني يقول يشق الأرض شو يشق الأرض كان الفلاح يستعمل الدواب المحراث يشق الأرض وبعدين يزرع وبعدين يفلح وتيجي غلال المحاصيل وعلى فكرة فيها كروم زيتون كثيرة عرابية وسخنين خاصة عرابية الفلاح مش بس هو بالمزرعات العشبية والقمح وإشي كان برضه عنده موسم الزيتون مصدر رزق كامل كان الفلاح عنده تباشير خاصة بجودة المحصول أو بردائته كيف يعني هو زرع مش قال زرعنا الحب وتوكلنا عراب فهيكا يبدأ يقول نيجي من هوا المؤشرات والدلائل اللي حطها في تقويمه الخاص تقويم الشعب إذا حسب الطيور سنت زرزور أحرث بالبور إذا كانت أكثر الطيور المهاجرة زرزور معتناته سنتها سنت غلال وفير ومحصول جيد لو البور بتحرثها بتأخذ منتوج بجنن سنت القطع نام بلغطا لما طير القطع اللي هو الأغلب معناته صيف يعفف يعني كان يراقب الفلاح الطيور يراقب مراقبة حاذقة الطيور سنت الحمام افرش ونام برضو يدل على رداءة المحصول وهي أرصات جوية ما كانت تقدر زي حذاقة وفراسة الفلاح وهي كمان موضوع مراقبة الطيور من التجربة المتراكمة في السنوات هي خبرة سنيا المثل الشعبي خبرة سنيا المؤشرات اللي بدأحكي لك يا مش بس حسب الهواء انهبت غربي ويسعت قلبي إذا كان الهواء غربي قادم من تل البحر معناته المنتوج فيه يغلال انهبت شماله يضيعت عياله يعني يراقب اتجاه الريح إذا من تل الغرب أو من تل الصحراء شماله أو جنوبه يضيعت عياله يقول انهبت غربي يسعت قلبي حتى الحيوانات لانه كان المعيش برضو مش بس على الارض على الحيوانات المراعي الغنب الأبقار الحليب اللحم كله حتى جلود الأغنام كلياته كانت الارض والحيوان ثنائي مقدس كانوا حتى الحيوان كان يتخصص له قسم من البيت عشان لأهميته حتى البقر إذا رفع راسه صوب الغرب معناته يمكن كان بالمرعى يشوف البقر لو ان برفع راسه يعرف انه الموسم جيد من تل البحر يتنفس هوا من تل البحر يرفع البقر راسه يعرف الفلاح انه في مطر والمطر هو الخير النماء هو بفصل الشتاء موسم خير وبركة حتى الديدان الحلزونية اللي كما كان ينكش الفلاح تنه يزرع ويشوف كثرة الديدان الأسلوانية يعرف انه كثرة في رطوبة مشبعة ورايح يجي الخير الوفير والشتاء هلو طبعا يقول ما قوم بلا سياح ولا شتاء بلا رياح يعني فوت على قبيل على عشير وهالولاد تلاقي ولادي صيح بتعرف انه فيه هنا ناس عايشة ويقول ما مطر بلا رياح ولا قوم بلا سياح وان أبرقت معناتها مزاريبها تقطقت يعني اذا صار تل مع الدنيا برق واشي معناتها تقرف انه المزاريب تقطق وكلياتها يكون شتاء هلو نحكي على مزروعات معينة أو محاصيل معينة مبارك كانت أكثر يمكن شائعة في بلادنا في بلداتنا في بلداتنا أكثر موسم اللي هو دايما بعيده بكرر خبز وزيت أسدين بالبيت الحصاد القمح الحبوب الحبوب منه طحين كل منتجات الأكل والمطبخ الشعب الفلسطيني كان من الحبوب حتى يعني عدس حمص كرسنة لغذاء للحيوانات الفول البازيلة القمح اللي هو منه الطحين منه الحياة منه الخبز والزيت اللي هو من الزتون يعني أكثر منتجين هن القمح والحبوب والزيت حلو كتير ولما بتبرق بطلع الفطر كمان في هذا طبعا لما ترعد وهذا ترعي تعفوا لما ترعد إلا يعني أسا بدي في موسم الفطر الفقع في ناس بقول الفطر في ناس بقول فطريش فقع وفي ناس بقول الكماء عدة أسماء وراحين نقدم عن البقول بس الكماء كتير غالي على فكرة حتى في الطبيق والمطاعم وفي أنواع وأنواع رأي بدأ نخصط له يوم كامل وعن ألوانه من السام من الجزال شوفه وائده وكيف وكذا يعني فيه كل إشي له أصول وأي أطباق منجهز منه طبعا طبعا بزيكثير له بده حلقة كاملة والبقول الشميلة يقوله خبز ما خبزت وعكوب ما بجلت وعليت ما جابت وياريت رجعت قبل غياب الشمس كانت الست المعدلة تأخذ الشبكة من الصبح تطلع على الوعال تجيب صيدلية اللي هي أدوية من النباتات البرية وتجيب البقول اللي هي طبخة مهندس الصوت فادي ما مجيش بسلم عليك بسألك شو مع اللوف جاع الولد إله منه طبخة اللوف وعفكرة يعني هو اللوف فيه حرقة وشعطة لكن كانوا أجدادنا قد ما عنده فوائد صحية ومذاقه جميل بدي أجيب له بيسأل لي يا بديوها مطبوخة ولا خضرها مطبوخة أخي فادي ولا لا إيش إيش كل ماشي تمام كل ماشي أكرم شوف الشباب والصباح اسمع النباتيين بهاي الفترة بكيف على عرض حكية النباتية ليش فيه ورق الزجوجيا بالتفزي ورق الدوالة يعني تطلع فيه ما أجمل الطبيعة بتكون زي سجادة فارسية مزاركشة بالأزعر وبالمأكلات يعني فيه أطيب من الخبازة فيه أطيب من العوينة بيقولوها سمميخة بالشمار اللي أسسها مرجع بيجي بالكو سمبوسك للنباتيين ليسلم إديك أسسين كمان شو عبديني نطلب الحساب لو سمحتش في غرفة الكوكور طولة أربعة مريان أنت شو وضعك طيب قبل ما نختم كمان بنا نحكي عن دير حنة نحن نزعلها طبعا نحن نحكي عن تسمية البلد دير حنة دير حنة يقال برضو هي على تلة مرتفعة تطلع على البطوف يعني دير حنة عربي ساخنين هن بتداد لجبال وسهول البطوف كليات ولكن الحصة الأكبر بسهل البطوف حكينا العرابي ولمزارعين دير حنة نسبة لما احتلوها الصليبيين كان قائد اسمه حنة فيقال تيمنا باسم القائد دير حنة ولكن الرواية اللي أنا أكثر أنه بالنسبة ليحنة المعمداني أو لحنة والدة مريم سيدنا العذراء والدة المسيح عليه السلام حنة حنة طبعا وفيها برضو مطل جميل جدا تعرضت لعدة برضو معارك تعرضت لعدة احتلالات وكلياتها يعني بتقدر تقول في نقيون كنعانيون صليبيون انتداب كلياتنا مرينا بنفس السيناريو وكلياته لكن التسميات هذه التي ذكرت مئة بالمئة طيب نشكرك جزيلا شكر يا ميت أهلا وسهلا نورتينا الله يسهل وأكيد رح نزور كفركنا ونشوف الأجواء الملدية هناك ويجرفني ذلك وأستقبلكم أنا والرئيس بشكل خاص وبتشرفونا وكل عام أنتوا بألف خير ألف تحيير ألف تسلمي لنا عليه كمان وإن شاء الله منيجي ومنزوركم ومنحتفل سوا كلياتنا سوية كل عام وأنت بألف خير وبلدك بألف خير يا رب شكرا لحظورك معنا